دكتور عطية الوهيبي عضو رابطة العلماء السوريين أهلاً واسهلاً بك دكتور دكتور برأيك من الذي يمثله رحيل الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني من خسارة على الأمة العربية والإسلامية في بداية مداخلتي أن أتوجه بصادق التعازي إلى أسرة العلامة الفقيد الراحل للأستاذ عبد الله نجل الشيخ وإن وسرته الكريمة وإلى الشعب اليمني والأمة الإسلامية والإنسانية الحرة فقد رحل فارس من فرساني القلم والدعوة والكلمة العيناء الحرة الشريفة التي تنهض بالأمة إلى الذرة وإلى القمة والتي تسعد الإنسان والإنسانية رحم الله الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني وأسكنه في الدوسة الأعلى لا شك أن رحيل العلامة عبد المجيد الزنداني خسارة كبرى وفاجعة عظمى وتركت آثار كبيرة في حياة الأمة وفي حياة الإنسانية تنعاه جمعة الإيمان التي أرسى دعائمها على أسس التقوى والعلم فهي منقبة كبرى وحسنة من حسناته العظمى رحمه الله تعالى هذه الجامعة التي زرتها مرارا وتكرارا وألقيت فيها الكلمات عن الثورة السورية أيضا وعن جهاد أهلنا في بلاد الشام وهم يقفون في وجه الطاغوت وفي وجه التآمر العالمي والكيد الكبار الذي يستهدف الأمة في قواعدها ومعاقدها ومصادر عزها في هذه الرسالة الإسلامية السمحة الغراء وزرته في بيته أيضا وهو كرم يتجسم وأقلاق تتكلم وسيرة حميدة تترسم أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يسكنه فسيح الجنان افتقدته منابر السياسة في اليمن حزب الإصلاح ومنابر السياسة وافتقدته الثورة اليمنية التي كان في صفوفها رحمه الله تعالى وقال هذه الثورة من أفضل الجهاد لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر نريد التغيير إلى ما هو أفضل وإلى ما هو صواب ورفعنا شعارا واضحا جليا أن الله كلف الأمة بإقامة الحكم وتعيين حكامها وأن الخليفة لا يكون خليفة إلا إذا كان مبايعا من الأمة وهو الذي دعا أجهزة الأمن أن تحمي الشباب وأن تدافع عنهم وأن تحافظ على حياة الناس وأقواتهم وعلى دمائهم وأموالهم وأعراضهم افتقدته ساحة الجهاد في أرض الإسراء والمعراج وهو الذي ذهد بلسانه وبيانه ومحاضراته عن الأقصى ودعا إلى نصرة الأقصى وعندما كان يأتي قادة حماس إلى اليمن الشيخ أبو مرزوق وإستاذ خالد مشعل مع إخوانهم ويدعونا إلى اجتماعات كان الشيخ أول من يحضر رافعا أرايات هذه القضية في العالمين مدافعا عنها ذابا عن حياضها معقبا على الكلمات مستدركا رافعا للهمم يصعى بها إلى الزور والقمم فهو شهيد فلسطين وشهيد القضية الفلسطينية أيضا كما أنه أيضا لا ينبغي أن ينسى أن الرجل رحمه الله تعالى كان أيضا معنيا بالجهاد الأفغاني رحمه الله تعالى وهو الذي شد الرحالة إلى أفغانستان وكانت له هناك صولات وجولات حشد الجهود وجمع المال والتقى العلامة الشيخ المجاهد عبدالله عزام ولهذا وضعته أمريكا على قائمة الإرهاب وهي زعيمة الإرهاب العالمي اعتقدته هذا المنبر اعتقدته المنابر وهو فارس من فرسالها ساحات الدعوة وهو بطر من أبطارها رحمه الله تعالى فهو خسارة لليمن والأمة العربية والإسلامية والإنسانية الحرة الرشيدة نعم إذن أيضا برأيك لو تتحدث لنا عن حاجة الأمة العربية والإسلامية إلى علماء مشتهدين كالزنداني جرم أن الأمة الإسلامية في أمصارها وأقطارها تحتاج للعلماء الراسخين الحذاق الذين فهموا الكتاب والسنة وعرفوا مقاصد الشريعة ولا يشك أن ثمة نواجل تنزل بساحة الأمة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها ولهذا الاجتهاد في اصطلاح بعض حذاق المحدثين المعاصرين قالوا هو استفراغ الوسع وبذل غاية الجهد إما في درك الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها وهو أمر مهم جدا فهو من أهم مباحث علم أصول الفقه بل هو الغاية المرجوة والثمرة المنشودة من دراسة هذا العلم ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله فإن هذا العلم أساس فسطاط الإسلام ولا شك أن الشريعة جاءت لمصالح الخلق في عاجلهم وأجلهم وكما قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور نحن إذا استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقرأة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام العالم واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان ولا شك أن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى العلماء الراسخين الذين يدجون هذا الباب ويجتهدون يبدون الطاقة في تحصيل حكم شرعي لما يستجد من النوامز وقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في معرفة الأحكام الشرعية واجتهد التابعون وبعدهم من العلماء ونقلت إلينا اجتهاداتهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم والعلماء وضعوا شروطا وضوابط اجتهادي حتى يكون الاجتهاد مقبولا وهذه الشروط قميلة كفيلة بأن لا يتحول اجتهاد إلى التلاعب بالنصوص فالمسألة ليست فوضى يقول من شاء ما شاء بل ثمت شروط الاجتهاد يجب عن المجتهد أن يتقيل بها وإلا كان اجتهاده نوعا من التلاعب وضرما من العبث وكما جاء في المسوعة الفقهية والذين دين الله عليه أنه لا بد أن يكون في العلماء في الأمة علماء متخصصون على علم بالكتاب والسنة ومواضع الإجماع وفتاوى الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم وينبغي أن يكونوا على خبرة تامة باللغة العربية وهي لسان التنزيل ولسان السنة وأن يكونوا قبل ذلك وبعد ذلك على الصراط المستقيم لا يخشون في الله تعالى لوم تلائم وأن ترجع الأمة إليهم فيما نزل بها من أحداث وفيما حل بساحتها من نوازل وأن لا يفتح باب اجتهاد على مصراعيه يلج فيه من لا يحسن قراءة آية ولا يحسن أن يجمع بين أشتاة الموضوع ولا يحسن أن يرجح بعض الأمور على بعض وليس له دراية بفقه الأولويات ولا بفقه المقاصد وغير ذلك الشيخ الزنداني كان من هؤلاء العلماء الراسخين رحمه الله تعالى الذين أفتوا في قضايا كثيرة تحتاج إليها الأمة مع كوكبة من علماء الأمة منهم الشيخ العلامة يسف القرضاوي والشيخ محمد الغزاري والشيخ الددو والشيخ القرداغي وسواهم من كبار علماء الأمة فإذن الشيخ من هؤلاء العلماء الذين تحتاجوا إليهم الأمة وليس هناك الآن مجال الحديث عن ما اجتهد فيه الشيخ من القضايا رحمه الله تعالى لكني أقول من هؤلاء العلماء الراسخين المجتهدين الذين تحتاجوا إليهم الأمة فيما يستجد من نوازل وفيما يعصف بها من أمور تحتاج إلى بيان الأحكام الشرعية رحمه الله تعالى وجزاه الله وإخوانه ومير العلماء الراثقين على الأمة خير الجزاء ماذا عن دور الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني في إظهار عظمة القرآن الكريم في سياق العلوم الحديثة العلمات الزنداني رحمه الله تعالى كان حريصا كل الحرص على إبراز عظمة القرآن العظيم في سياق علوم الكون والحياة والإنسانية ولهذا هو فارس من فرسان الأمة في مجال الكلام عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة فإذا ذكر الإعجاز العلمي ذكر الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني فهو من علماء الفحول الذين حاولوا أن يبرهنوا على سبط القرآن العظيم في مجال كلامه يعني في شفات العلمية في مجالات كثيرة في ميادين الطب والفلك وقلق الإنسان والجيلوجيا والعالم البحار والعالم البحار وما سوى ذلك وكان له جهود طيبة في هذا الباب رحمه الله تعالى جعلت كثيرا من الناس يقبلون عن الإسلام وقد أسلم على يديه علماء كثيرون من أئمة الغرب لهم اختصاصات في علم البحار والفلك والطب وما سوى ذلك فالشيخ إذن وعلم من هؤلاء الأعلام الكبار رحمه الله تعالى وفارس من فرسان هذا الميدان وهو الذي قال رحمه الله إن الإيمان لا يقوم إلا على العلم والعلم لا يقوم إلا على الدليل والبينات ومن أعظم الحجج والبينات ما أظهره الله لنا في هذا الزمام من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وهو رحمه الله تعالى الذي له مؤلفات في هذا الباب منها تأصي الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ومنها البينة العلمية في القرآن الكريم فإذن الشيخ الزنداني رحمه الله تعالى هو علم من هؤلاء الأعلام وترك مؤلفات رائلة رحمه الله تعالى في هذا الميدان منها كما قل كتابه تأصي الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في القرآن والسنة ومنها البينة العلمية ومنها كتابه التوحيد وكتابه علم الإيمان وكتابه طريق الإيمان وكتابه نحو الإيمان رحمه الله تعالى فهي من الأمور التي تكون له إن شاء الله تعالى جادا كبيرا وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها علم انتفع به فهذه البشرية تتفع بعلومه فهي منارات على طريق الهداية وعلى طريق بيان إعجاج القرآني علماء لا تكلموا رحمهم الله تعالى على الإعجاج البياني والتاريخي والتشريعي ومنهم من أشار الإعجاج العلمي رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام ابن عباس المفسر الصحابي الجليل رحمه الله تعالى وسواهم لكن جاء الشيخ بتفصيل وجاء الشيخ رحمه الله تعالى مستفيدا من نظريات العصر رحمه الله تعالى وهو الذي ذكر قول الله عز وجل في هذا الباب لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أي أنزله وفيه العلم وفيه العلم والعلم الذي فيه يشهد على مصدره ومنه علم البلاغة ومنه الحقائق التي تضمنها القرآن الكريم في كلامه على الكون وعلى الظواهر الكونية والله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم جاء القرآن يقدم الكون شاهدا على خارقه الذي خلقه سبحانه وتعالى جل في علام فإذا الشيخ لا شك أنه من رواد الإعجاز العلمي وله أيضا بحوث ومقالات أو كظلمات في بحر اللجي يخشاه مروج الأقمار الصناعية تشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم منطقة المصب الحواجز بين البحار وله عشرات من الأشرط والمحاضرات التي فصل فيها مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وجزاه الله تعالى عين أمة الإسلامية وعين مسلمين خير الجزاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر